أنا فريد هيكل الخازن ابن كسروان لفتوح وجبائل محام تربيت على الدفاع عن المظلوم وكبرت إلى جانب وجع الناس ومطالبهم وهمومهم أتشرف أن أكون في خدمة الناس في السلطة وخارج السلطة وأعتبرها واجبا ووساما أحمله وأعتزو فيه هكذا تعهد الخازن أمام مناصريه لأن يلتزم تحقيق مطالب أبناء دائرته عن القرار اسم اللائحة التي يترأسها فريد هيكل الخازن والتي تشكلت بعد اتفاق وتحالف مع حزب الكتائب وانضوى إليها عن دائرة كسروان النائبان جيلبيرت زوين ويوسف خليل ومرشح حزب الكتائب المحامي شاكر سلامة والإعلامية يولاند خوري وعن جبيل النائب فارس إسعيد والأمين العام السابق لحزب الكتلة الوطنية جوحوات والمرشح عن المقعد الشيعي مصطفى الحسيني تعد معركة دائرة كسروان جبيل معركة مارونية بامتياز بحيث إن المنافسة تدور بين القوى المسيحية الأقوى في الدائرة التيار الوطني الحر القوات اللبنانية حزب الكتائب إلى جانب شخصيات مارونية ذات حضور تاريخي ومنهم المرشح الخازن وتتنافس لائحته عن القرار مع أربع لوائح هي لائحة لبنان القوي المدعومة من التيار الوطني الحر لائحة التغيير الأكيد المدعومة من القوات لائحة التضامن الوطني وتضم مرشح حزب الله الشيخ حسين زعيتر ولائحة المجتمع المدني كلنا وطني غير المكتملة وخصصت للدائرة ثمانية مقاعد نيابية موزعة ما بين اثنان للموارنة ومقعد شيعي عن قضاء جبيل وخمسة للموارنة عن قضاء كسروان ويبلغ عدد الناخبين في دائرة كسروان جبيل مائة وخمسة وسبعين ألف ناخب بينهم مائة وثلاثة وأربعون ألف ماروني وثمانية عشر ألف شيعي والباقي أقليات وفي حال وصل عدد المغتربين إلى ما بين مائة وخمسة عشر ألفا ومائة وخمسة وعشرين ألف ناخب من المفترض أن يتراوح الحاصل الانتخابي بين أربعة عشر ألفا وستة عشر ألف صوت